طب هايز اسم حتة تغنانة خالص لان الوقت كده من اي حاجة عشان خاطري انا عارفة ان انت كنت رافد تقول اي حاجة انا مش هقول الاغاني اللي انا كنت مجهزة اه قولي انا ممكن اقول بقى يعني شعر هو بتاع اخوي بس انا هقوله كده كيني ايه بقى مغاني يلا يلا اي حاجة بقى خلاص اتفضل قدما الجي اتفضل يا حبيبي كان ممكن ابقى تافه وعايش بالاونطة ما بقاش انسان مكافح وفلوس كتير في شنطة كنت اسكن في مدينتي واروح في الصيف مارينة وهدومي اغلى مركة دولاراتي تبقى زينة وبيتي يكون عبارة عن كام جدار ازاز وقصادي نهره كونغو دهب الماز وماس طيارة خاصة ليا والف بلاد كتير والناس تقول علي هن معالي السفير كان يبقى عندي شركة مش شاغل بالي بيها والشركة تبقى تركة وقاز ازلب فيها كنت ابني سينما عالية واجيب كل النجوم ثانية واحدة هو قاله ابني سينما عالية واجيب كل النجوم اعرف بقى معجبهم بس لو ما جبتنيش عامل ايه وربنا انت اتبقى اول واحد يا حبيبي انا بشكرك الله يساعدك انا برحالة بيه وببشرك ان شاء الله فاقرب وقت هتبقى من فنانين مصر الجمالي انت لسه صغير والعمر قدامت وبحترم قوي انك رفضت تقول الاغاني اللي كنت محضرها عشان الوضع اللي حاصل لاخواتنا في غزة وفلسطين وتحترم انت فعلا مثال للراجل الشاب المصري الجميل والله احنا بنمل علينا وطبعا كل حاجة على ربنا وربنا لما يأذن ان انا اكون حاجة كبيرة هكون غزة عن اي حاجة الله يا حبيب